الجزائر الاول مغاربيا في احتياطيات النقد الاجنبي متقدمة على المغرب بفارق يقارب الضعف تليها ليبيا ثم تونس وفق ارقام البنك المركزي الجزائري ويعود ذلك بالنسبة للجزائر الى التباطئ المسجل في التدخم ومعدل النمو الملحوظ للناتج المحلي الاجمالي احتياطيات الجزائر من النقد الاجنبي ارتفعت بمقدار ثماني مليارات دولار لتبلغ ثمانية وستون فاصل تسع مليار دولار نهاية العام الماضي مقابل ستون فاصل تسع مليار دولار نهاية الفين واثنين وعشرون ولا يشمل هذا المبلغ الذهب النقدية تقرير البنك المركزية اكد ان هذا المستوى من احتياطيات النقد الاجنبي الذي يفوق بكثير الحد الادنى من توصيات المعايير الدولية يشاد على صلابة الموقف الخارجي للجزائر. زيرتوب اول قناة في الجزائر.